دينا فؤاد هتنسل عوضي جراحه وهتخليه يصرف نظر عن ياسمين عبدالعزيز هتعوضه عن أيام الحزن وقالت له الست اللي يبقى معاها الكوماندا وما تقدروش تبقى ست ما بتفهمش وجمهور ياسمين عبدالعزيز مش تايبها وبيقولولها خليك محضر خير بلاش تبقي بوتجاز خمسة شعلة ده احنا في شهر كريم يا ترى ايه حكاية العوضي ودينا فؤاد قصة الحب رجعت من تاني بعد ما البال خلي وما بقاش فيه غيرها وياسمين عبدالعزيز ولا فارق معها وعيش حياتها وبتستمتع برمضان شوية رمضان نايتس وشوية عبادة وصلة ومش شغلة دماغها بحاجة لكن الجمهور مش ساكت وبيقولولها الحقي الراجل قبل ما يطير منك وكفياك تقل بقى يا ياسمين الراجل ايدلك صوابع لعشرة شمع وبيتمنى لك الرضا ترضي علشان ترجعي لدرجة انه قرر يتصدق بمليون ونص طور رمضان بنيت ان ربنا يصلح حاله هو وياسمين ويرجعوا لبعض الحركة اللي عملها الفنان احمد العوضي خلت الجمهور يتعاطف معاه اكتر ويشوفه قد ايه هو بيحب ياسمين وبيعمل اي حاجة علشان يرجع لها وعنده استعداد يصرف الغالي والرخيص علشان بس يرجعوا لبعض لكن ياسمين ركبت مغها ومحدش قادر عليها بس اللي حصل في مسلسل حق عرب كافي ليخليها هي اللي تجري وراه من تاني بعد ما شافت بعنيها ان العوضي شكل وصرف نظر عن الموضوع وقال يجرب حظه في مكان تاني وقصة الحب اللي في المسلسل والمشاعر والنظرات اللي ظهره قدام الكاميرا دي مش تمثيل ده وراها احداث كتير مستخبية هتتكشف للجمهور مع الايام والظهر كده ان دينا فؤاد هتاخد مكان ياسمين قريب من بعد عرض مسلسل حق عرب واللي بيجمع الفنان احمد العوضي والفنان دينا فؤاد وقصة الحب الكبيرة اللي ما بينهم في المسلسل تخمينات الجمهور اشتغلت ان دينا شكلها هتبقى العوض اللي جاية تنسي العوضي جرح ياسمين لي وهتعوضوا عن ايام الحزن اللي عاشها والفترة اللي فاتت اللي كان مقضيها مستشفيات لكن اللي كتير من الجمهور ما يعرفوش ان دي مش المرة الاولى اللي يبقى في قصة حب بين العوضي ودينا الموضوع ده حصل من ثلاث سنين في رمضان 2021 لما جمعتهم قصة حب كبيرة في المسلسل اللي بلوش كبير ولولا كلام الناس كان الموضوع هيكمل لكن الفرحة تكسرت في اخر لحظة وبسبب الكامية الحلوة اللي ما بينهم الاتنين قرروا انهم يعيدوا التجربة مع بعض تاني السنة دي بس الظاهر كده ان التمثيل هيقلب حقيقة قل لنا بقى انت شايف ان العوضي ودينا لايقين على بعضه ولا لا وتفتكروا رد فعلي ياسمين عبد العزيز هيكون عامل ازاي اشتركوا في القناة